يعني ما كانش غريب علي أنا شخصياً لأن هناك مدرسة الوطنية المصرية من عرابي لجمال عبد الناصر لفتاح السيسي لم يتجه الجيش في وقت من الأوقات إلا لحماية شعبه لحماية وطنه لحماية أرضه الجيش المصري بقهادة عرابي سنة 81 وقف ضد قائده الأعلى الخديوي خديوي توفيق لما لقاه واقف ضد الشعب انحاز الجيش إلى شعبه 52 الجيش انحاز إلى الشعب وكان الشعب لا حول له ولا قوة كان مجتمع نصف المية اللي مش لقياكل اللي مش لقياكل يعني ما دون النصف المية كانت الأحوال يعني التاريخ في كل شرح لكل هذا الكلام جيش المصري هو اللي قام وهو اللي صعد بشعب المصري وشال عن صدر الشعب المصري السالوس القاتل اللي هو الفقر والجهل والمرض وبدأت ايه مصر الجديدة مصر الحرة مصر بالعدالة الاجتماعية مصر بعد 52 مدرسة الوطنية المصرية لم تنقطع بل بالعكس كل يوم كانت بتزداد فلما نيجي يعني نذكر ايضا في 2011 لما نزل الشعب وصار ضد التوريس واراد ان يغير الشعب رغم ان رئيس الجمهورية والقهيد الاعلى انما طبقا للدستور وطبقا لهم زي ما بنقول دروس المدرسة الوطنية المصرية هنا انحاز الجيش الى شعبه ووقفه وحمى الشعب والامر اللي خلى رئيس الجمهورية وقتها نزل على ارادة هذا الشعب وتخلى عن حكم البلاد لكي يختار الشعب من يختاره لما الشعب اخطأ الاختيار بعد 2011 وصرقت ثورته لجماعة الاخوان نزل الشعب شفنا الملايين اللي نزلت وشفنا قبلها التمرد اللي عمله الشعب المصري كله ولما جه رئيس الجمهورية الاخواني وقتها طلب من الجيش انه يفضل تظاهرات وهو نزل بنفسه عمل نموذج سواء كان عند اصل الاتحادية او عند مكتب الارشاد ضد هؤلاء المتظاهرين ضد الشعب المصري وراهم كيف يكون التنكيل بالشعب المصري الشعب لما نزل في 30 يونيا كان نازل وهو اعلم في وجدانه ان خلفه جيش لن يتركه يواجه مصير اي دولة من الدول اللي حوالينا اللي شفنا الانقسام اللي حصل في جيشها او الجيش اللي وقف ضد شعب وهكذا وبالتالي كان هذا البيان اللي حضرتك بسأل عنه من الجيش المصري وانحياز الجيش وقائد الجيش المصري اللي تدخل لان الشعب حاس ان الشعب بيستنجد بيه فلا يمكن هذا الجيش اللي هو من دم هذا الشعب ومن لحمه يتخلى عنه في هذا الموقع بل بالعكس تدخل وازاح هذا الكابوس اللي اختطى في ثورته وقال له تفضل لك الاختيار ما فردش نفسه عليه قال له انت تختار من يقود مسرتك والقصة بعد 30 يوني 2013 قدامنا كلنا شفنا ايه اللي حصل انا انا هرجع لحضرتك مرة تانية عشان اتكلم في طبيعة العلاقة بين الجيش وبين الشعب وفلسفة العلاقة بين الجيش والشعب في مصر